السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مع الجوجة ديالي ومرت دابا ما قايت كان قدر لنخدم لوان ومرت بالعصاب ومعداء ودابا شهد الفراش لا يلهي لله بغيت قديما يا الاخ وريضا الله يرحم الوالدين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يفرج عليك اخويا محمد الله يفرج عليك الله يفرج عليك يا ربي كريم ما بغلاش نغوض في الاسباب للصدمة هذه اسرار الناس اسأل الله الواحد لا حد يفرج عليك اخويا محمد لا يلهي لله يا رحمن يا رحيم يا ربي كريم يا رب شكرا لك سيدي محمد شكرا لك اخويا حافظك الله وراحك اخونا محمد تقول بانه وقعت لي صدمة مع الزوجة الحقيقة الزوجية المفروض انها تكون واحد العش ديال المحبة ديال المودة ديال الاستقرار لان الله سبحانه وتعالى قلنا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكونوا اليها تسكونوا السكينة وجعل بينكم مودة ورحمة مودة هي المحبة لك تكون من الذكر والانتا في اللول الايام الاولى الايام العسلية لكن قد تزول مع المشاكل لذات المحبة كتبقى المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي المحبة والرحمة هي الاولاد واربي قلنا هنا اللباس لكم وانتم لباس لهم الزوج واللباس على المرأة والمرأة اللباسها هو الزوج كأنهم جسم واحد يعني غيكونوا كيان واحد في الفكر وفي الاحساس وفي المشاعر وفي التصرفات وفي الدم المالية وفي كل شيء قدر مفروض لكن كالقوا بعض الازواج دخلوا لحياة الزوجية ولم يتفقهوا في دين الله كيف ممكن تكون العلاقة بينهما علاقة مودة ورحمة كما هو شأن زوجة النبي المصطفى اللي كانت الحياة الطيبة من اللي كانقعوا السيرة دي السيدنا عمر ابن الخطاب والصحابة المكرمين اللي كانوا سيرة طيبة حتى إن المستشرقين من اللي يغوثوا في التفاصيل كيوقفوا يقول هؤلاء فعلا ساداتوا القوم واختارهم الله تعالى لأصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه احنا في حياتنا المعاصرة كالقوم من اللي يبغي تزوج الشاب يفكر في كل شيء إلا في أسرار السعادة الزوجية خصوصا على ضوء الكتاب والسنة كتلقى ربما كيفكر أنه يقتني شقة كيسول واش ناخده بالكريدي ولا ناخده بالكرا ولا نسكن مع النساب كيف يفكر في العرس واش نديره فيه الطلبة ولا فيه المسمعين ولا ندير فيه عرس عصري فيه الأوركسترا كيفاش نفكر الباس لغا تلبس المرأة العمارية كل هاتفاصيل كنتكروها بالتفصيل ولكن لكي تعلق بالعلاقة الزوجية وأسرارها وجوهرها ما كانت كلمش عليه ومن ثم تقع الصدمات أخونا السي محمد قال لك وقعت في صدمة ولكم أن تتخيلوا الصدمات لكي وقع في الأزواج كين لكي وقع في صدمة أنه يلقى المرأة لسانها صليط وكين لكي يلقاها ربما أنها لا تميلوا إلى النظافة كين اللي كي يلقاها عند مطالب مادية كثيرة خاصة كهذا وخاصة ما كتسريش من المطالب كين اللي ما كتعملش الدار غير كي خرج الرجل كتخرج هي تتقلف الصوق وتقلف الأسواق وتشريد وغير تسارم عرصها كين اللي هي ترتارة ما كتسريش من الكلام كتكون مع الجيران والعائلة والأحباب وكين اللي هي خرصاء ما كتتكلمش نهائيا كأنها غير موجودة وكين 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 هاتش كله حال سهل لأن العيوب كلها فينا كما في الرجل في المرأة لكن صدمة الكبرى هي الله يحفظ نوائيكم ما أصبحنا نسمعه الآن من الخيانات الزوجية هدا أفضع ما كين وليلأسف هاد البلاء دي الأنترنت واش نقوله هو نعمة ولا بلاء هاد الأنترنت وهاد التورة التكنولوجية المعاصرة واش هي بلاء ولا نعمة باش نعرفوها إلا كانت تسعد الإنسان وتسهل له الأمور وكيشعر بالرحمة دي الحياة هي نعمة إلا كانت كل مرة كتجيبها المصائب والفضائح وكتخلي الإنسان بلا نعاس وكتخلق لنا نعتبروها نقمة اليوم كنقوة أحد المجموعة دي الظواهر اللي ولد في المجتمع وكتشكل صدمات للأزواج أخينا الزوجية التلاعب بالعواطف العلاقة مبنية للغش أو مبنية للإبتزاز ووحد بغيت دي الله الرزقه هناك تقع صدمات أخي محمد بغيتك أخوية عرب بأن الحياة هكذا خلقها الله تعالى هي معترك معترك للسراع مرة ستكون فيها مدافع ومرة ستكون فيها مهاجم ومرة ستكون متفرج ومرة ستكون لاعب ومرة ستكون حكم ربح المباراة كرة القدم كل واحد في نغير دوز نصيب دي الله لكن السعيد هو اللي كان دائما قريب من الله تعالى وقريب من كتابه المسطور هو من سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف ذلك أول حاجة أخي محمد كلمة صدمة لا تعجبوني كم غنقوا السادة المستمعين والسادة المشاهدين جوش كلمة ما كان حملهمش لأنه ما موجد أسلم الكلمة اللولة هي الصدمة واللي قبل منها هي الأزمة ما كناش ما كناش أزمة أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية أزمة نفسية شكو لك أخوي يجلك أزمة ربي سبحانه وتعالى لم يسترها ربي فتحها رازقناه ومهلي فينا وكل شي زين ونسميها أزمة والأخوة يقول لك لقيت صدمة قداش من صدمة الله يهديك كشتي الناس الرجال أشي وقى عليهم وكي بقى عادي بقى واقف بغيتك السي محمد تبقى أخوي بقى واقف بقى دائما صامب مثل الجبل تحج ما توقع لك ما تهدكش لقيت المرأة عند واحد العيوب صبر عليها صبر عليها لك أنت عيوب بسيطة علاقات أوسارية تصرفات ما شي هي هديك صبر عليها وإلى صبرتي اشنا هو الجزاء ربنا عز وجل وعدنا بأن اللي عنده شي مرافع شي عيوب وصبر عليها ربي عز وجل ذيك اللحظة للصبر فاش كي كيدوز ذيك الغصة ذي الصبر بالحلقو ذيك سعى الله تكي طهد جائزة اشنا هي الجائزة يزوجه بأجمل نساء الحور العين في الجنة والمرأة كذلك إلا طه الله شي زوج كين كين غص عليها وكي يعدبها وعند اللي أولاد بغى تصبر تصبر صبرنا حتى ملا من صبر لنصبر لنصبر يا للا ملغى تدوزي ذيك الغصة ذي الصبر من الحلقك رأيه صغير رأيه نزام الناس أو الثاني هذيك السعر بعز وجل يتطلع كي أعطيك الهدية ذيك اللحظة اشنين هذيك يعطيني المرأة كيعطيها الله تعالى أجود مكين من الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والماس وغيرها لأن المرأة بطبيعة تحبوا هذه الأشياء ثم قال الله عز وجل فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بقيتك أخي محمد تحييد هذ الكلمة دي الصدمة من نفسك موقع والو آشقع المرأة لتعيوب الله يسامح نبدل صحة أخرى نتخلق اليوم أغدى وثلث يام والله يجعل بركة نقلب الصبحة موقع والو وتستمر الحياة ما تقولش أنا ما عندي عزة ما عندي كرامة لا ربي عاد يعطي لعزة والكرامة والتعويض الإلهي لكن أخطر حاجة ممكن للمرأة ما نسمحش فيها هي الخيانة الزوجية كل خطيئة وكل عيب وكل نقصان نحنا كنا نقصهم ولكن الخيانة الزوجية صعب أن الإنسان يسمح لها أشغل ير غادي يقول لها لا لا كل واحد تلقي نخوت نتفرق أخوت وذيك الساعة يغني الله كل من ساعته وطبعا كانت كلمة إن شاء الله في حلقة مقبلة ذاك اللي كيسترها هذا كذلك واحد درجة عظيمة أنه كأنما استحيا موؤودة من قبرها خي محمد لا داعي للصدمة أذكر الله تعالى وغد سعد وقرأ سورة الشرح أو كتسمى سورة الإن شرح ألم نشرح لك صدرك اقرأها مرعا ألم نشرح لك صدرك وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي sogenanَّنْقَضَ ظَهُرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هكذا اقرأ إلى أن تقول وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب اقرأها مرارا وكرر هذه المقاطع المشرحة في صدرك رفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرى ودقى دواء النفس البشري لما تسمع كلام الله الخلايا والهرمونات والدورة الدموية تخضع لأمر الله تعالى أسأل الله الكريم سيد محمد الله يحفظك ويشافيك ويعافيك ويجمع بينك وبين الزوجة على الخير والبركة والتسير الله يشافي الوالدة ويشافي الجدة ويمتعهم بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أمين يا ربي يا كم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله